ابني عمره داعش سنة وسريع البكاء طبعا انا حين مفترض انه ما في مشكلة عضوية انتبهوا لانه هذا شغل طبيب يعني مو شغلي لكن انا بفترض انه ولا طبيعي ولا عنده مشكلة لا بالقنوات الدموع ولا عنده مشكلة بالشيء ثاني لان انا مرت عليه حالة طفل كان عنده مشكلة بقناة الدموع فكانت الدموع بسرعة تنزل لكن انا حين بفترض انه طبيعي الشاهد هذا عنده مشكلة وين هذا عنده مشكلة في التعبير عن مشاعره انا من يومين نزلت في الفيسبوك وفي الانستغرام لعبة ايه من يومين صح سميتها لعبة الاطباق اطباق المشاعر يعني اتلعبون اولادكم مثلا خاصة الاولاد اللي كثيرين الغضب او كثيرين البكاء قلوا له بابا تعال انت تعرف شو يا البكاء البكاء هو تعبير عن مشاعر انت قاعد تعبر عن مشاعرك طيب تعال اقول لك هو التعبير عن مشاعر بس بكاء لا في اكثر من طبق الطبق الاول الحزن الحزن مشاعر الطبق الثاني الفرح الفرح مشاعر الطبق الثالث ضحك ضحك مشاعر الطبق الرابع الخامس المهم يعني مجموعة اطباق واحدة منهم البكاء انت يا بابا تعرف اي طبق دايما تاكل منه اذا تبي تعبر عن مشاعرك انت ما تاكل لما انطبق البكاء الله يهديك يا بابا انا بيك تجربت اطباق ثانية هذا كان صغير 6-7 سنين بس اذا عمره 11 سنة ولا 12 سنة نقول له تعال هذه الاطباق ايش تختار شوي ارفع مستوى الحوار لانه الطفل اكبر مع التدريب شوي شوي راح تشوفون انه هذا الطفل راح يبدأ تتغير مشاعره وادارة مشاعره الداخلية اشتركوا في القناة